مطعم اشبتال المانجو في غصصه في سبتة. ويفضل وقت التطعيم يكون في عندي بديات نمو. زي كده يكون النمو الخضري قوي يكون النبتة بوضع جيد وفي مرحلة نمو جيد. مبدئيا ده مقصة التطعيم ولكن مش بالضرور يكون عندي مقص ومي عندي عيدة. اي وسيلة هبدأ في بها في عملية التطعيم. يفضل ان انا غصة الشاتلة على اتفاع عشرين سنتي ولكن ازا انا مبتدى فبالتالي هاعفي نفس مجال اعلى من العشرين سنتي بحيس ان انا لو فشل عندي التطعيم قادر انزل مرة تاني وقطعها. وقدر انزل مرة تالتة وربعة وخمسة. لكن لو انا قصيت على ارتفاع عشرين سنتي مش هيكون عندي اه فرصة ومجال اكتر من مرة. فبالتالي هاجي على نفس الارتفاع وهقص باي مقصم الشرط مقص التطعيم. نفس الطريقة. لو انا عندي مقصة طعيم فالامر سهل جدا يكون بالنسبة لي هبدأ هاخد المقص وهي هقص بمقصة تطعيم. ده الفرع اللي انا قصيته وده مش هنستخدمه في عملية التطعيم. احنا نستخدم فرع يكون من شجرة مسمرة وصنف يكون احنا حابين نطعم بي. انا هنا هطعم بآ منجا عويسي. لو انا عندي مقصة تطعيم هجيب المقص وابدأ. وهارجع مرة تاني اجي على الشجرة عندي. بعد كده هسبت للطعيم. بعد كده هاخد او بلاستيك او اي شريط عندي هسبت فيه تطعيم. المقص يعيب ان السن بيكون صغير ووارد ان التطعيم ينكسر في اي وقت. لكن هو طبعا سهل في عملية التطعيم. بعد كده هجيبت البلاستيك وهقفل على كل ده عشان وكل ده عشان احتفظ برطوبة. ضروري جدا انك تفز بالرطوبة. حمل تحم معها الاصل. من العوامل الضرورية جدا هي النموات اللي هتنمو هي ازالة النموات اللي هتنمو اسفل الطعب. كل النموات اللي هتنمو اسفل الطعب ضروري جدا وان انا ازالة. بعد كده هغطي على هغطي طعمة من اللي اضاءة. مش محتاجين. اللي اضاءة توصل للطعب. حاربوا ريال جيدة وهي حافظ على الرطوبة باستمرار ان احنا نروي استمرار.